يا هلو مرحبا فيكم قصة اليوم حدث تاريخي مهم في لبنان هذه القصة لازم انها تنذكر لانها جريمة كبيرة وشنعاء واحدثت ضجة ورأي عام وغير كذا كانت اول اعدام بعد اتفاقية الطائف في عام 1993 وكذلك اول اعدام في زمن رئيس لبنان اللي تولى المنصب من عام 1989 حتى عام 1998 اللي هو الياس الهراوي خلونا نبتدي بتفاصيل قصتنا بتاريخ سبع وعشرين واحد 1393 اتصلوا شرطة صور على القاضي اسمه حاتم ماضي كان هذا القاضي بعيد شوي عن المنطقة قالوا لا في حادثة وفاجعة صارت لازم توقف عليها وتحقق فيها لانها توها الان بادية الساعة تسعة بالليل قالوا لهم وين قالوا لا بمنطقة اسمها القاسمية في صور وهذه المنطقة قريبة من بستان قطب هناك معروفة هذه المنطقة كلها بساتين الجتة موجودة في هذا البستان فأهو على بال ما يجي يخاف ان الناس تلتم على هذه جسد او يعني يعبثون في مكان الواقعة هذه اللي صارت فيها عملية الجريمة طلب هنا حاتم يرسلون دورية تكون هذه الدورية حافظة مكان ومسرح الجريمة بحيث ان ما في احد يقدر انه يقرب منها او يعبث مثل ما قلنا في مسرح الجريمة وهنا بعد ما تأكد حاتم ان الدورية راحت الى هذا المكان وبالتحديد الى حراسة هذه الواقعة اللي هناك في البستان راح واتصل على الطبيب الشرعي وقال لا بسرعة يروح الى مكان وقوع الجريمة ويتقصى الحقائق سبب بالضبط الوفاء لهذا الحادث الاليم مين اللي توفى وشنو صار وليش صارت هذه الحادثة حاتم فعلا شغل سيارته وراح الى المنطقة هذه القاسمية هناك اول ما دخل تعرفون المكان مظلم منطقة بساتين وزراعة وهناك اغلب الناس فلاحين يعني المنطقة جدا امنة وريفية فلما وصل شاف انه ما فيه ابدا اي بيوت ولا اعمال انشاء ولا بنيون ولا غيرها هذا من اول معاينة ما شاف الا ثلاثة بيوت بالكاد تكون اربعة بيوت فقط حوالي هذا البستان اللي قلت لكم عنه لما قرب ظلمة جدا يعني قاتمة ما يشوفون الا بفوانيس مولعينها ويا الله يشوفون المنظر فلما اقترب هنا حاتم شاف انه في كيس نايلون هذا الكيس يستخدمون المزارعين عشان يلفون فيه الماز اول ما يقتطفونه عشان ما يخرب وايضا شاف بجانب هذا الكيس فتاة ملقاة وكان الدم ينزف من راسها وكانت واضح من جتتها انها باردة يعني ماتت من خمس ست ساعات وبهنا اول ما جاء القى نظرة على هذا المكان وكذلك على الجتة استدعى هنا الطبيب الشرعي وقال له شنو اللي شفت في هذا المكان قال له الطبيب الشرعي شفت انه هذه البنت تم الاعتداء عليها جنسيا وكذلك تم التخلص منها وهنا المحقق عرف انه هذه البنت اكيد انه تعرف القاتل والدليل ليش بيقوم يقتلها الا عارف انها تعرفها عشان كذا خايف انها تقول اهلها فيقوم ويذبحها عشان تكتم السر البنت هذه اسمها مريم عمرها ثمان سنوات من اسره جدا فقيرة يشتغلون بالزراعة والفلاحة ومثل ما قلنا مبدأنا من بدايتي وانا اروي جميع القصص الفقر مبعيب الكذب والتدليس والخيانة والقتل وهو اللعيب على العموم قام بعدها هنا حاتم واستدعى اهالي ضحية يشوف اشلون وكيف صار الحادث وكان البرد في ذاك الوقت يعني يناير واحنا نقول منطقة زراعية وفي لبنان معروفة لبنان جدا باردة فجاوا اهل مريم وكانوا في حالة يرثى لها من الفزع والصياح والانهيار وقعدوا يحكون له حكايتهم من لما كانوا في منطقة ثانية لما هاجروا مريم كانت من اسرة فقيرة مثل ما قلنا وكانت من منطقة اسمها القنطرة وكانوا عايشين سعيدين مبسوطين ما عندهم اي مشاكل ايضا كانوا يشتغلون بالزراعة اللي حصل ان الاجتياح الاسرائيلي هناك ما خلى احد في حاله جميع المناطق شتتهم والعوائل شردهم يعني شتت العالم هناك في لبنان وغير ايضا الحروب اللي كانت في زمن السبعينات الاهلية هناك المهم ايش سواوا هذه العيلة العيلة هذه عائلة حسن محسن اللي اهم يلقبونهم بعائلة زين قالوا ما في حل اللي احنا نهاجر من هذه المنطقة عشان يعني نضمن صحتنا وصحة عيالنا لا يصير بنا حاجة او يعني تنطلق علينا قنبلة او ما شابه ذلك فقام هنا رب الاسرة واخذ زوجته وعياله يدور ينبش اي مكان خصوصا انه ما عنده قوت ولا عنده عمل ولا مهنة في يده غير مهنة الفلاحة وفعلا قدر هذا حسن انه يلقى له وظيفة وهو رجل كبير عنده مزرعة كبيرة بساتين او كل المهمة انه هذا حسن يقوم بزراعة بستانة ويهتم في الزرع بمقابل انه يعطيهم يعني مأوى ومسكن كذلك يعني يستطيعون يعيشون هناك فرح هنا هذا الرجل وراح مع اسرته في هذا المكان اللي مكون من بيت صغير عبارة عن طوب وطين وكان فيه غرفتين وصالة الحمد لله والشكر هذا شيء نعمة من رب العالمين فهنا ام فاطمة كانت دائما فرحانة وسعيدة انهم يعني اخيرا قدروا يستقرون وايضا اذا راح زوجها العمل تجيب بنتها مريم معاها وتساعدها بنت مريم كل ما زهقت تروح تتملص من العمل وتشوف لها اي دجاجة اي قطة اي عصفور اي طير وتقوم تمسح على جنحانة او تقوم تأكلها والطعمها هذا نظامها مريم تحب الحيوانات في هذا المكان الريفي حبا جمع لدرجة انها تعتبرهم الوليف المسلي لها وفي هذه الاثناء ابوها كان يجي تعبان من الري والزراعة في البستان هذا الكبير ويشوف بنتها تطعم الدجاج وتساعد امها فقال حق بنتها انت يا بنتي بتطلعين شيء في المستقبل انت بارة بامك انت بارة فيني انت دائما مطيعة وعشان كذا لازم اكافئك بكرة اوديك الى المدينة واشتري لك لعبة مريم هنا فرحت فرح كبير وما نامت بيك الليلة تستنى هذه اللعبة لكن في اليوم الثاني جت امها تدور لها عشان يعني تبيت جهزها يجي ابوها ياخذها يوديها يشتري لها لعبة ما شافتها دورت في كل مكان وقامت تصارخ وتصيح وتنتظر زوجها زوجها جاء تعبان ومنهك من العمل قريب تقريبا المغرب سألها وين البنت مريم قالت له فصم الحذاب دورت لها في كل مكان دون فايدة قاموه اتهاوش مع زوجته اشلون تخلين بنتك تضيع اشلون تخلين بنتك تروح مكان بعيد اصلا هذا المكان ما فيه الا ثلاثة بيوت مثل ما قلنا ما فيه يعني بيوت كبيرة فقام هنا الاب ايضا يدور مع زوجته قال لها وين شفتي اخر مرة رايحة بنتك قالت لها اخر مرة راحت مع بنت الجيران زهرة تلعبوا اياها وايه معودة ما فيه احد يعني في هذه المنطقة غير هالثلاثة بيوت فقاموا وراحوا حق بيت الجيران وسئلوا واحد واحد الكل اجمع ان هذا اليوم باكملة ما شافوا مريم فالام قعدت تصرخ من جهه مريم مريم انت وين وكذلك زوجها يصرخ من الجهة الثانية يا مريم تعالي انا جيت باشتري لك هدية باشتري لك لعبة وايضا ابناء الجيران قاعدوا يساعدونهم الطيبين النشامة وايضا عمهم اللي هو اخو الاب حسن قاعد هناك يدور عن بنت اخو دون فايدة وكأن مريم انشقت الارض وبلعتها هنا عزموا الرجال انهم يدخلون الى داخل هذه البساتين وينطلقون اماكن عميقة فيها وبما انهم رح ينطلقون داخل في العمق لازم ياخذون يعني معاهم فانوس او مثل ما يسمونه يعني مشبك تكون فيه بيت صغير عشان يعني ينظرون اذا فيه اثار اقدام او يمكن يلاقون مريم تعبانة تصيح عطشانة ضاعت او تاهت في هذه الغابة وهنا داخل هذه المنطقة اللي هي بستان قطب كان فيها اشجار جدا متداخلة يعني مو بالسهولة انهم يمشون ويشوفون بنظر العين لازم يلتفتون فوق ينزلون راسهم تحت يروحون يمين يدورون داخل الاشجار يعني جدا عمل منهك وفي هذه الاثناء يعني تخيلوا من قريب العصر وهم يدورون لحتى الساعة سبعة ونص ثمانية يصرخون اللي يلاقون كيس هذا الكيس عبارة عن كيس يلتقطون فيه ثمار الماز وحطونها داخلها يعني كيس مخصص لزراعة الماز مفاجأوا ان هذا الكيس حجمه كبير جدا وكان مملوء فلما قربوا فتحوا هذا الكيس اللي يشوفون المفاجأة والصدمة الكبيرة ان مريم جثة هامدة وكأن القاتل حطها داخل الكيس عشان ما حد يقدر يتعرف عليها او يشوفها على طول هنا الام انفجعت وقامت تصيح وقالت هذه هديتك يا بنتي جيت بفاجئك باللعبة انتي فاجأتيني بجثة هامدة وظلوا الجميع يصيحون ويبكون وفي هذه الاثناء استدعوا اللي هم الشرطة والشرطة استدعت اللي هو القاضي اصبح بعدين حاتم ماضي حاتم لان ليل ولان مثل ما قلت لكم يعني يناير شهر بارد قارص جدا فقال عطوني اي بيت اجلس هناك وفكر اشوف كنو اقدر استخلص من هذا اللي شفت او افكر او حتى اتأمل بمجريات التحقيق يعني فقالوا لا في بيت قريب اللي هو بيت جار حسن محسن فعلا قام هذا حاتم ومعاه الطبيب الشرعي وكذلك الضباط وراحوا الى بيت الجار هذا ابو بسام جلسوا هناك وجاء ضيفهم ابو بسام وكان نعم الجار طيب وخلوق وحتى انهم شكروه على هذه الضيافة وهم في حالة يرتلها حتى هذا ابو بسام يصيح ويبكي ويقول لهم الله يخليكم لا تقصرون دوروا على هذا اللي قتل هذه البنت الصغيرة اللي ما لها اي ذنب ولا حول لها ولا قوة فهنا قاعد يفكر شنو المرحلة المقبلة اللي بيسويها حاتم فقاعد يقول ما في الا حل واحد بما ان هذه مريم يعني اعتدى عليها معناها اكيد ان هذا ولد مستحيل بيكون رجل كبير وحتى لو رجل كبير ما رح نقدر الان نستدعي حزة برد قارص وحنا الان يعني قريب الساعة واحدة بالليل فاول شي نستدعي الاولاد من 14 سنة وفوق وبعدها نشوف اذا ما طلعنا بنتيجة معاهم نستدعي اليوم الثاني اللي اكبر منهم سنة عشان حالتهم الصحية يعني الكبر فعلا قاموا هنا الضباط وجمعوا جميع من البيوت هذول الثلاثة وطلعوا الاولاد من 14 وفوق يعني الشباب وصفاهم كلهم صفة وحدة قام هنا حاتم يطالع فيهم واحد واحد قد انه يتأكد من ملامح وجههم لانه له خبرة يعني وباع طويل من نظرات المجرم او يعني الفاعلة والقاتل اكيد يكون خايف مرتبك يبيعرف شنواقع الاحداث وغيرها وفعلا لما قعد هذا حاتم يطالع فيهم ما شك باحد لانه مجرد يعني نظرة فقط لغير ما كلمهم ولا تحدث معاهم لما يعني شوي شك في اربعة او خمسة قال ابي هالاربعة ذولة يجون لقسم البوليس اللي في الصور وبعدها رح احقق بياهم تحقيق مطول الباقي ما راح يحققوا اياهم ما شاف منهم نتيجة حتى اصلا يعني اشكال وجههم وهيئتهم جالسين مساكين من النوم ما يدرون وين اللقاطنهم جايين بس عشان يعني يطيعون هذا القاضي جابوا فعلا الخمسة هدولة الى التحقيق جلس وياهم حاتم وكان تعبان ومنها اكتوى جاي من قضية ثانية وراح للقضية هذي الكبيرة مريم ما في وقت انه يأخرها ولو لحظة معينة لان لو اخرها ممكن تبرد القصة ممكن اثارها تروح ممكن المجرم يهرب فقال احميها وهي طازجة واحققوا اياهم ممكن لعله وعسى هنا اقدر اخذ بنتيجة حققوا اياهم لما التعب اخذ يعني جزء كبير جدا من وقت هذا حاتم حتى انه يدوبك يقدر يفتح عينه تعبان ومنهك وارق تخيلوا كل واحد معه ساعة كاملة يحقق من هذول الاولاد لما صارت خمسة الفجر وهو حاتم سهران على هذه القضية يبي ينهيها على اكمل وجه هنا حاتم لما خلص منهم جلس الوحدة يفكر اول شي طلع بنتائج جدا مهمة وشكوك حوالي شخص واحد فقعد هنا حاتم يفكر من اول ما جه هذا البستان عاين هذه الجثة لحد ما انتهت تحقيق الى الساعة اربع الفجر فيه مخفر اللي هو صور شاف انه في مجموعة من الشكوك اتراودة اول شك وهو ان عمها شاف عم البنت مريم نعلة مريم مرمية قبل تقريبا عشرين متر فقط من وجود جسد مريم ملقى على الارض وكذلك لما سأل هذا العم قال لي شلون عرفت وتأكدت ان هذه النعلة هي نعلة فعلا مريم قال لي هذا العم اني انا اخدت النعلة وسألت ابوها وقال لي ابو مريم فعلا هذه نعلة بنتي قال لي طيب شلون شفتها قال لي عم مريم انا ما شفتها بسام ابن جارنا وهو اللي شافها وعطاني وياها فهنا راح يفكر ايضا حاتم اكثر واكثر يتعمق في الحادثة هذه والتفاصيل اللي ادلوا عليها موجودين اثناء البحث فمن ضمن الاسئلة اللي سألها اول ماجه حاتم مين اللي شاف اول واحد مريم قالوا له شافها هذا الولد ابن جيرانها مين يا تراح بسام فقعد وهو يربط الاحداث اللي هو حاتم نادى بسام وسأله اثناء ما هو واقف على الجتة وقال له اشلون انت عرفت المكان مكان موجود الجسد قال له بسام انا ما كنت موجود قال له بسام القصة بالتفصيل قال له انا كنت موجود في البيت جتنا ام مريم تصيح وتبكي وتطلب النجدة والمساعدة ان احنا نروح وياها نبحث عن اللي هو بنتها مريم طبعا بحكم ان احنا جيران مثل العيلة وبحكم ان هذي مريم دائما تلعب مع اختي الصغيرة رحت فعلا وياهم مع مجموعة كبيرة من الرجال اندور على مريم وفي هذه الاثناء انا كان عندي فانوس وهذا الفانوس كنت اشوف ادور ودقق في الارض او بين الشجرات شفت فعلا طبقة نعلة او فرد حذاء مرمي على الارض اخدته وناديت اقرب واحد اللي هو عن مريم وسألته قلت له هذه النعلة نعلة مريم وفعلا جاني اهب بعد فترة وقال لي ايه هذه النعلة نعلة مريم كانت موجودة على الطريق اللي احنا نمشي فيه يعني المفروض نمشي سيدة او الطريق مستقيم لكن انا حذيت عنهم وقعدت ادور يمين وشمال وفي هذه الاثناء شفت كيس كبير ومملوء كأنه في داخله شي دخلت من هذا الكيس فتحته بالنور يعني اللي عندي اللي هو الفانوس وشفت جثة مريم وناديتهم وكلهم جاوا فزعون وصارخون وصار يعني اللي صار فهنا حاتم قال شنو هذي يعني الصدف العجيبة ما يشوف احد فردة الحذاء الا انت يا بسام نزين ما يدلهم احد على مكان وجود مريم الا انت وليش ما رحت وياهم سيدة ليش على طول حذيت يمين ورحت مكان الجسد وخصوصا هذه النعلة كانت تبعد عن الجسد جسد مريم مسافة عشرين متر وايضا مكانت بنفس طريقها وغير كذا لما كان هذا المحقق موجود في البستان شاف الفانوس حق بسام جدا ضعيف يعني ما يوصل مترين فقط يعني ابعد منه فلما سأل قال شلون شفت الجثة انا ما شوف وحطها قدام وجهه قال شوف هنا كلها ظلمة شلون قدرت انت تتعرف على مكان الجثة وعلى بعد كام اثنعشر متر تقريبا يعني اوه بسام ما وصل لحد الجثة وفتحها وصرخ لا كان يصرخ على بعد اثنعشر متر من جسد مريم ويقول الحقوني مريم شفتها هذه هون فهنا قاعد يشرح له بسام ويقول له انه لا هذا الفانوس كنت قرب من راسي يعني قريب جدا من عيني فاطالع ويوصل لي يعني النور مكان يعني ابعد لكن هنا يعني حاتم ظل يفكر في الموضوع ما شاف انه كلام هذا الولد بسام مقنع لكن هنا المحقق ما شاف نتيجة الا يعني بعض الشكوك البسيطة على بسام وقال بما ان الباقي الاربع اللي حققنا وياهم ما عندهم شي خلاص نظل نحتفظ ببسام وفي هذه الاثناء كان سهران طبعا حاتم قام هنا يفتح ملفات التحقيق كامل مع بسام اللي صار قبل شوي اثناء يعني ما يدلي باقواله فعرف انه بسام كان يشتغل ميكانيكي قراجات في صور هنا راح واستدعى بسام قال له شوف يا بسام انت تشتغل ميكانيكي صح قال له ايه اكيد الميكانيكي اللي يشتغل في السيارات توصخ سرواله دايما يكون شكله ممرتب وخصوصا تكون على جسده ملابسه بدلته بنطلونه بقع احنا نسميه سنون او يعني بقع سود فقال له شلون وانت ملابسك نظيفة انت قلت ان هذا الوقت كنت تشتغل في قراج ميكانيكا انا شوف ملابسك يعني نظيفة ما فيها اي اثر للشغل او للعمل قال له بسام ايه انا صحيح جيت من العمل بدلت ملابسي ومن بعدها جات هذه ام مريم تفزع وتصرخ وفزعت لهم قمت فعلا ابحث وياهم عن مريم فهنا شاف هذا التصريح القاضي حاتم لقطة يعني شي صاروخ ممكن ان هذا البنطلون يكون دليل مهم وحتمي ورئيسي انهم يشوفون مين القاتل فعلى طول شرطة النجدة اخذوا بسام وهو في السيارة موجود الى بيتها نزل هنا حاتم الى داخل البيت وقف هذه المرأة قعدة تنظف تغسل الملابس قال لها ولا شي تمسكينه راح على طول على السطل او الطشت اللي فيه ملابس الغسيل يدور على بنطلون مين بنطلون بسام اللي خلعه اخر مرة لما جاء على قولتا من ميكانيكا السيارات وفعلا قام يفرد بنطلون بنطلون بدلة بدلة وهذا يدل على ذكاء المحقق شوفوا لوين وصله يدل على اثر بسيط اعتراف منه بسام راح يركض يشوف وين البنطلون اللي خلعه فعلا شاف بنطلون بسام وفتحه شاف في هذا البنطلون شي عجيب شاف نقاط دم يعني قليلة وكذلك شاف فيه اعشاب وحشائش ملتصقة في هذا البنطلون على طول قال للشرطة اللي معاه جيبوا بسام الى الغرفة هذي غرفة الغسيل فعلا جابوا بسام كانت الام موجودة ما تدري عن الدنيا فقال لحاتم شوف يبسام انا لقيت بنطلونك هل هذا البنطلون حقك قاعد هنا بسام يطالع فيه ويطالع في البنطلون شاف ان في هذا البنطلون فعلا في بقع دم قال لحاتم لا هذا البنطلون مولي هذا البنطلون بنطلون اخوي الصغير اخه بسام كان عمره يعني اقل من 18 سنة يعتبر قاصر فهنا الام كانت موجودة عن حسن نية ردت على بسام قالت لا لا يا ابني هذا بنطلونك شلون بعد بنطلون اخوك فهنا اخذوه للتحقيق مرة ثانية بسام واخلوا سبيل جميع اللي موجودين يحققون وياهم الاولاد الاربعة ومن ثم قام حاتم هنا ونادى الادلة الجنائية تاخذ البنطلون وتشوف هل في تطابق الدم الموجود في البنطلون مع دم مريم ومن ثم اول ما فيه دي اني اي اي انا اكلمكم عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين فلذلك كانوا يعتمدون على فئة الدم فهنا طلع وخلص تقرير الطب الشرعي ان هذا الدم اللي موجود في البنطلون مطابق تماما لفئة دم مريم اللي اخذوا العينة من جثتها اصبحت الادلة واضحة مدمغة واكيدية فهنا حاتم شاف انه ما فيه لحل وحيد انه يجلس مع بسام وقال له يا بسام كل الادلة دامغة ضدك وما فيه اي مخرج انك تقول والله انك بريء فلازم انك تعترف يا بسام بسام مواليد عام بسام الف وتسعمائة واثنين وسبعين وكان بسام من اسره جدا فقيرة يعني عايشين تحت خط الفقر بسام لما حصلت هذه الجريمة كان عمره واحد وعشرين سنة ساكنين في بيت مكون من غرفة واحدة فقط وكان كل رزقهم على الفلاحة لكن كانوا عايشين سعيدين ومبسوطين والاب كان جدا ملتزم وكان متزوج زوجتين هنا بسام جاي من الدوام اللي هو مثل ما قلنا ميكانيكي شاف مين قباله شاف مريم تلعب احد احد الشجر قاعدة تلعب احد الطيور اللي موجودة هناك فقام هنا بسام قال لها شو بتعملي انتي هون فزعت هنا هذي البنت مريم قالت لا مالك خصفيني روح بعيد وانا اصلا بروح لهلي قام هو وما سكيدها قالت لوخر عني لا والله العظيم اقول لابوي انك انت تحاول يعني انك تمسكني وتصيدني فقام هو يحاول انه يتشبس بياديها اكثر ويسحبها لعنده عشان يعتدي عليها قامت هنا مريم تصارخ وتصيح وقدرت انها تعضى وقامت تهرب باقصى ما عندها انها يعني تروح الابوها تخبره باللي سواه هذا الولد بسام قام هنا بسام يركض وراها دون فايدة شاف اقرب شي يمه حصاه اخذ الحصاء ويفضخ راسها باعلى ما عنده فعلا صابتها على راسها طاحت هذه البنت مريم مغمى عليها هنا قدر بسام يوصل الهدف انه يصطاد هذه البنت مريم وصل لها لحد مكانها حملها وراح يمشي فيها عشرات الامتار بعيد عن العامة بعيد عن المناظر اللي احد يشوفها ويكون شاهد عليه وصل عند احد يعني اماكن ري هذا الزراعة او احنا نسميه مشروب يعني عبارة عن مرور للقنوات الري قام هنا وحاولي صحيها يشوف يعني ليش كذا نوي ما اهي ماتت ما ماتت لكن دون فايدة حملها مرة ثانية وراح فيها الى عشرات المترات لما وصل لاحدى اماكن الري يبي يعني يشوف هال ماتت يبي يعتدي عليها بس يبي جسنة بضها شافها فعلا اول ما صحاها جلسة وقامت تصيح وقالت لا ابعد عني وراح اخبر ابوي باللي سويتها اول ما عرف انها فاقت وقامت تهددها الا يمسكها يحاول هي تطرد من جهة وهو يطرد وراها من جهة اخرى لما بعدين قدرت انها تنفذ من جلدة لكن للاسف انها صابتها حافت قناة الري وطاحت عليها انصاب راسها انشلخ طلع الدم كذلك انكسر بعض اسنانها وبهنا قدر انه يوصل لها هذا الرجل الشرير بسام واخذها لحد عنده ومن ثم قام وضربها مرة ثانية تخيلوا بالحصاء لكن هذه الحصاء كانت اكبر ضخامة واكبر حجم من الحصاء الاولية ومن ثم طاحت هذه البنت وشكلها يعني كان هذا الجرح جدا كبير قريب يعني انها تموت قام خلع ملابسه واعتدى عليها وما اكتفى بهذا الحال هذا الرجل لما اعتدى عليها قام واخذ حجارة ثانية ويلا هو يضربها مرة ثانية عليها لما هشم الراس وايضا قام اعتدى عليها للمرة الثانية هذا اعترافة واقوالة ومتطابقة تماما اقوالة لمكان الجريمة كذلك لاقوال تقرير الطب الشرعي انه اصبح فيه نزيف اثر كسر بالجمجمة بسبب وجود الى رابة خلاص اقوالة جدا واضحة واعترافات مطابقة تماما مع الادلة والطب الشرعي وكذلك الجنائي فعلا احالوه للمحاكمة وكلوه لمحامي المحامي كان يجلس مع هذا الولد بسام ويسأل ليش انت سويت كذا خلاص وهو اعترف ما في اي حال من الاحوال ينكر فقال والله شوف انا كثير كانوا يعتدون علي وكثير كانوا يتحرشون فيني فانا سويت هذا الفعل لاني ضحيت هذا اعتداء علي من لما كان عمري 14 سنة انزين انت ضحية صحيح لكن ش اللي سويتها انت في هذه البنت على الاقل انت عشت لكن هذه البنت انهيت حياتها هنا الشهود ادلوا بتصريحات ان هذا بسام في يوم من الايام كان يبيعتدي على زوجة ابوه وزوجة ابوه كانت بترفع عليه بلاغ للشرطة لكن زوجها اللي هو ابو بسام منعها عشان ما تصير الفضيحة فضيحتين احالوا اوراقه للمحكمة وفعلا عام 1994 انحكم عليه بالاعدام شنقا لبسام وارتفعت اوراقه للرئيس وكذلك للحريري تصدقت هنا الاحكام حتى اثناء التمييز كذلك تأيد حكم الاعدام لكن في شي غريب في الامر تخيلوا ان ابوه اثناء المحاكمة الاولية جاء وقام يصرخ ارجوكم اعدموه واصلبوه حتى هذا الولد يكون عبره وحتى ما حد يعمل فعله انا هذا الولد متبري منه ليوم الدين يقوم ويفتعل هذه الجريمة النكراء ضد هذه البنت ولا مو اي بنت بنت جيراننا وصغيرة تلعب مع بنتي يرضى يستوي هذا الامر في اخته وفعلا هذا شي غريب من اول مرة يكون ان ابو الولد يطالب ان ولده ينحكم بالاعدام وهذه الشجاعة منه لان حط نفسه في مكان هذا الرجل اللي هو ابو مريم تم رفع اوراقه لرئيس حزتها الياص الهارراوي تم تصديق الحكم وتم تأييده ايضا في حكم التمييز اللي هو الاعدام وكان يوم تنفيذ الاعدام يوم اثنين وعشرين اربعة عام الف وتسعمية واربعة وتسعين فهنا قاموا نقلوا بسام الى اللي هو مبنى كان مبنى سنترال وكان تحول بعدها الى سجن وهذا المكان اول دخيل له اللي هو بسام في هذا اليوم لما ودوه واحدة ظهر جاب الليل عشوه عطاه شورمة وايضا لبن شربه ودخن في هذه الليلة اثنين وثلاثين زيقارة ومن بعدها جا واحد من الضباط رسلنا هنا مبنى الامن ودخل على بسام في الفجر على الساعة اربعة ونص لانه راح يتم التنفيذ خمسة الفجر جال هذا الضابط وسأل اذا يبي شيء او افادة يقولها قال له بسام اكيد ان الان راح يتم تنفيذ الحكم فيني وانا عارف اني انا راح اموت قال له هذا الضابط انا والله جاي يعني كخدمة اقوم فيها انا ما لي دخل انك بريء ظالم مجرم ما لي دخل في هذه الامور قام هنا بسام وبتسم وقال له شوف يا ريسنا الحياة حلوة وجميلة جدا ما بافقدها بعدها قام هنا الضابط وسأل اذا عنده شيء يبي يسويه قبل ما يموت قال له بسام عندي طلب صغير اني اقوم اصلي سمح للضابط قام بسام يصلي ومن بعدها رجع للضابط قال للضابط عندك افادات اقوال طلبات قال له ايه شفت هذه الجموع الغفيرة اللي تنتظر مقتلي ابي واحد من اهلي يجيني قال له بس خلاص الحين النادي بالمكبر نشوف اذا احد من اهلك موجود عشان يجي وفعلا طلع الضابط هنا ونادى على مكبر الصوت او الميكروفون وكانت هناك حاضرين جموع جدا جدا غفيرة من الشعب اللبناني فوق الالاف كلهم ينتظرون الاعدام بحق هذا الوحش الشيطان اللي قام بعملية سلب حياة هذه البنت مريم وفي هذه الاثناء قاموا ينادوا على المكبرات اذا في احد من قرايب ابناء عمومة ابناء خوال اي احد يقرب حق بسام يجي يبي بسام منه يعني خدمة يكلمة كلمتين دون فايدة ولا احد من هذه الجموع الغفيرة وقف وقال انا ليش لان ما في احد يبي ينتسب لهذا العار يعني ما يبي احد يقول والله قدام هذه الجموع انا قريب حق بسام وايضا ابوه اوه اللي طالب بحكم الاعدام تابونا يحضر اكيد يعني اوه في احوال يرثى لها الاب يعني انه ولده قام بهذه العملية وما اتوقع انه يحضر هذا يعني التنفيذ في هذه الاثناء ما احد ابدا قام ولا احد ابدا عرف على انه يقرب حق بسام فهنا خلاص اقتاد الضابط الى الشيخ قريب من المنصة حق الاعدام ودى بسام للشيخ الشيخ لقنا الشهادتين وكذلك عرفه بالتوبة والاستغفار وطلب منه يستغفر ربه بالفعل هذا المشؤوم اللي سواه بحق هذه المجني عليها بعد ما خلص منه الشيخ اقتاد الضابط الى منصة الاعدام صعد لها ومن ثم لف اللي هو حبل الاعدام على ارقبة بسام وتوى بنفذ اللي هو الاعدام اللي قام يصرخ بسام قدام هذه الجموع الغفيرة ويقول انا بريء انا بريء ومن ثم قام يصرخ باعلى صوته يقول ابي ماي عطشان ابي ماي فهنا الضابط ناول قارورة من الماء عطا اياها شربها كلها في زغم واحد مثل لهجتنا الحساوية او باللغة الفصحة شربها كلها في جرعة واحدة ومن بعدها باقي شوي قليل من الماء ما شربه وعلى طول تم فيه الاعدام لما انفتحت فوهت الاعدام من تحت ورجوله تدلت واصبح راسه من حني جهة اليمين وكذلك جسمه كله معلق بواسطة حبل من ارقبته قاموا هنا الناس والجموع الغفيرة يصفقون ولالشون الله اكبر الحمد لله ظهر الحق وخلال هذا المنظر الكبير واللي يقشعر له الابدان كان موجود فيه القاضي حاتم ماضي اللي اشرف على هذه القضية من بدايتها حتى نهايتها فهو يطالع ويتذكر لحظات النكران ولحظات انه يقول بريء ومن بعدها نهار واعترف بالسام الا واحد يجيه من وراه ويحظنه ويبوس فيه راسه وايادية ورجوله يقول له شكرا لك يا ريسنا شكرا لك فالتفت هنا القاضي مين انت اللي يشوف رجل اشعث لحيته جدا طويلة وجهه يعني كأنه فيهم حزن مع انه مو كبير بالعمر فقال له عرفتني يا ريسنا قال له حاتم لا ما عرفتك مين تكون قال له انا ابو مريم شفت منظري اول ما ماتت مريم ما كنت مستوعب فانت شفتني بهيئة غير عن الحين اصبح بعد وفاتها بسنة وثلاثة شهور ان الحزن اكل من جسدي والهم وكذلك لحيتي انا نذرت اني ما احلقها لما اشوف القاتل او الجاني معلق جسده بواسطة حبل المشنقة هنا وبهذه اللحظة رح احلق لحيتي الحين اقدر ارفع راسي الحين الحق اخذ مجراه هذا الحمد لله اخذ عقابه في الدنيا وراح ياخذ عقابه باذن الواحد احد في الاخرة وكذلك قال الحين بنتي يعني اصبحت مرتاحة في قبرها لما اخذ حقها من هذا الظالم اللي هو بسام الوقت الفاصل بين وقت الجريمة اللي حصلت مع مريم وبين تنفيذ حكم الاعدام للقاتل حوالي اربعمائة واثنين وخمسين يوم بمعنى سنة الا ثلاثة شهور تقريبا وايضا كان هذا حدث عظيم لان اول حكم اعدام ينفذ بعد اتفاقية الطائف بين المملكة العربية السعودية ولبنان وكذلك في زمن الياس الهارراوي لما اتناول الحكم مثل ما قلنا من تسعة وثمانين لحد ثمانية وتسعين بعد سنوات طويلة اصلا من تولي الجميل الرئاسة يعني كان زمن طويل جدا ما في تنفيذ حكم الاعدام وهذا يدل على ان اول ما في جرائم كثيرة مثل الحين ليش لانه على طول من تصير جريمة يتم تخليصها بسرعة البرق بواسطة الحكم والتنفيذ فلما لبنان شالوا تنفيذ الحكم الاعدام تعالوا شوفوا الجرائم الكثيرة واللي اصبحوا قابعين مؤبد جالسين في السجن يأكلون يشربون ومرتاحين بدون ما يتم تنفيذ فيهم الحكم واصبح هذا الشيكة انه عادي الكل يقوم فيه ولا يخافون انهم رح ينقتلون او تنتهي حياتهم هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو اشتركوا في القناة